كيف نعرف المناطق المعزولة؟ هل بجغرافيا وحدها يفسر فعل العزلة؟ أم أن توصيف المعزول تحدده معايير أخرى؟ بأي حال عاد فصل الشتاء على آلاف الدواوير في المناطق التي تصنف نائية معزولة؟ ما السبيل لمواجهة الخصاص في البنيات والموارد البشرية وفرص العمل ضمانا لتمتع ملايين المغاربة بكافة الحقوق الأساسية؟ ثم كيف تقطع المناطق المعزولة مع منطق التبعية والارتهان للمساعدات لصالح مقاربة منتجة تخلق بموجبها التروة وفق تصور تضامني بين كافة جهات المملكة؟ المناطق المعزولة موضوع عدد هذا المساء من برنامج بدون حرج والبداية عينة من أراء المواطنين من منطقة تهلة موسيقى 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 أبريد والو، أبريد غرنط شنيطة، تامورط غرنط صعب، تقل داكس الجبل، الجبل صعب. ورسخة هادرحة سيزيد مورطة، ورسخة هم انتانين هاجرها، لو لا ندراسها، لا يا بريد، لحتى حاجة، لا ضوها، انت اشتقاش من تقل، عادت روها عادت روها، عادت روها، عادت روش نضوها، لان جينا غداي خامد روش نضوها، السوتور نتدويرها، ويستطرزت هناً يا ستور نتدويرها، عادت روشن دو، مادرسة اولو، مادرسة خارج لرنط المعلم يبتوس الميكو، السبرة في السنان كانت بتطيب، ونرى استطاعنا قديشان، ونرى استطاعنا قديشان، ونرى استطاعنا حل، وهنااااااااا، وقزقنا بريد، ومادرسة ندرسة شيطة كثيرة، ونرى استطاعنا قد فريد من 10 دين، كدين 15 يوم وعشر يوم وعشر يوم من هذا الزنت من هذا الزنت ترتاعة لتلحقت غير الجرح الجرح مكانش اللي غايدة وكفي الزرادة مكانش نهائيين كانت وصل كتلقادة كشين مستدود سبيطاري قند مساء سعيد أوفياء هذه الحصة لرفع الحراج لذلك المنطقة اللي عايشين فيها قبل مواصلة النقاش مشاهدين نتحول إلى منطقة جغرافية أخرى يقترح علينا فريق روبرتاجات بدون حرج الانتقال إلى دوار الشعرى علي جبال بني وراين نواحي تازع من هناك ننقل المشاهد ذاتها وننصط لشهادات الساكنة التي تسرد تفاصيل واقع يتكرر في عدد من مناطق المهرب العميق البعيد على أن الصورة تتضاعف قتامة والمأساة تتضاعف حدة مع حلول فصل الشتاء كوتر حممي وحيات زياني زارة دوار الشعرى روبرتاج لنزجات ابو تفسد قمم جبال كامهيبة تعانق السماء لولا أنها تخفي واقعا صعبا لساكنتها على الأرض من مدينة تهلا قطعنا هذه الطريقة المعلقة بين جبال الريف في اتجاه دوار الشعرى كيلومترات معدودة تطلبت ثلاثة ساعات من الزمن بالنظر إلى وعورة هذا المسلك الذي تتخلله العديد من الأودية هنا دوار الشعرى البعيد المحزولة أوجه معاناة أهله مع أبسط متطلبات العيش لا تكاد تخطئها العين معاناة تتفاقم مع بداية الفصل الماطر وما يسحبه من ثلوج تقطع السبلة بسكان هذا الركن من العالم كان بقاوها هنا كي تحتج كي تلبيبا واشيء لا الحديد لا البهين ما سقطة شيء مشي عليهم كان بقاوها كيكوسافي لكن الكسيبكات المنتظر بالجوع وحنا خيكون عنا شيء حاجة كنا نصبر وصافر بنت بسبب البعد عن المدرسة يضطر أبناء الدوار لقطع مسافات طويلة في طلب التعليم رحلة تزداد صعوبة مع هطول الأمطار وتساقط الثلوج ما يجعل الطريق سالكا باتجاه مصير الهدر الفصل الشيطاء لا يجعل المدرسة حيث يكون طريقة مقطوعة يكون الشيطاء لبرد كذا لذا لم يكن لقى منين دوزو الأغلبية لا يجعل شيء يكون الشيطاء لا يجعل أحد منين دوزو الولوج للعلاج وجه آخر لمحاناة سكان هذا الدوار حسن رجل أربعين تلم به من حين لآخر وعكات صحيكة لم يستطع الأطباء تشخيص سببها بعد يستدعي وضعه حسب الأطباء المشرفين على حالته تدخلا فوريا بجرعات من الأدوية غير أن وعورة المسالك بهذه المنطقة الجبلية خاصة في الفصل الماطر لا تسمح له بتلقي العلاج في الوقت المناسب ما يعرض حياته لخطر محقق إنه التفشل التفشل لما كلاوالو لها ترتوالو هزلي في تقساس هي طارن تقسناس وجهي تتقلدي بد هي تتقلق هكي نغب الزاف يخصى معنين أنت نساها هي تتقلق هي من الزاف غيره أدي كوره الذي راح هذا صفي المرضي نعيز نعيد زياري المرضي تمرتها تصعب بزاف تصعب كتر زي قانون دلوقت ونزار ما كان لا تنسبه والطيارة عمدتها تصدير وصمات أصدير وصمات عدفل ما سيه بنما إليها لش نطمت تطير طار ولا هذا لا إله الله وصف محمد رسول الله وما دلوقتنا مدوعة أصدير وبريد كمان مشويين نغتاوت السبيطار تعمل سوء الأحوال الاجتماعية تحاول مقاومته نسوة الدوار بتعلم نسج الزربية الورانية غير أن ما تبدعه أناميلهن يبقى حبيس الرفوف في ظل غياب تعاونيات تسوك لمنتوجاتهن خارج الدوار وإلى أن تلقى مطالب الساكنة بتوفير الطرق ومراكز صحية وتعليمية واجتماعية أثانا صاغية يتجرع أهل دوار الشعر يوميا مرارة الحياة القاسية التي ستصبح أشد قسوة مع حلول أول يوم شتوي واصل مع دكتور صدق طبعا هذا هو روبرتاج اللي ينتقل بين الأطلس الجبال الأطلس تكلمنا على الواقع في جبال الريف تكلمنا كذلك على السهول يعني على منطقة الغرب هل يتعلق الأمر بمشاكل متشابهة بين كل هذه السياقات الجهرافية وبالتالي نفس الحاجيات الأساسية لكل منطقة أو لساكنة المناطق نعم هناك تشابه وتقاطع في المشاكل ديال المغاربة في المناطق المعزولة بشكل